شكراً جميعًا أميانات كتابات أميانات الكراسPhi فورد أرى الجمعيات ستجدد من أجل سبيل او أميانات القناة علم أمياناتي حيث سنحن نحن دعاء متأكد عزيزي طلبة طلبات الصف الثاني الثانوي في أول حلقة معنا أو الحلقة التي سنتقيها اليوم اليوم هي حلقة متأكد الآخرين وهي بانوانا نحن 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 دعاء المجموعة المنزل في هذا المنزل هنتعامل مع مجموعة من الكلمات في معانا مجموعة من التعبيرات في كمان معانا قواعد جرامر جديدة هنتعامل معها وهناخد عليها And now let's start أنوان اليونت بتاعنا وإحنا عارفين أن the بننطقها the لو الكلمة اللي بعدها بدأ بفاول sound بدأ بصوت متحرك فبنقول the olympics ما بنقولش the olympics دي أول حاجة بنحطها في الحسبان the olympics ومعانا مجموعة من الكلمات أول كلمة معانا هي play والفرق ما بينها وبين go وdo طبعا إحنا عارفين أن play يلعب go يذهب do ويفعل ولكن استخدامهم مع الرياضات والأنشطة بيبقى إلى حد ما confusing يعني فيه لخبط أو ممكن إحنا نطلخبط شوي play بيقول لنا is used with ball sports بتستخدم مع الرياضات الكروية اللي فيها كرة يعني أي حاجة فيها كرة بنستخدم معها play فأنا ممكن أقول play basketball طبعا رياضة فيها كرة play chess طبعا بنقف لحظة عند هو بيقول لنا أن play بتيجي مع كل الرياضات اللي هي بنقول عليها bull sports الرياضات الكروية إذا مثلا ما أقول play tennis فيها كرة play basketball play volleyball play water ball وهكذا كل الرياضات اللي فيها كرة بتاخد play لكن في بعض الجيمز بعض الجيمز زي مثلا chess وزي dominoes وزي cards يبقى chess dominoes cards و backgammon الألعاب دول تمام؟ أو الجيمز دي بنستخدم برضو معاها play يبقى play cards يلعب cochena play dominoes يلعب domina play chess يلعب شاترانج و play backgammon يلعب طولة قالنا كمان play بتيجي مع computer games فأنا ممكن أقول play computer games أو play video games تمام؟ بالإضافة إلى ذلك هي play بتيجي كمان مع musical instruments اللي هي الألات الموسيقية زي مثلا ما أقول play the piano play the piano هي طبعا إحنا ناخد بالنا أن play piano لازم تاخد ذا قبلها فplay the piano يازف البيانو play the flute play the guitar كل musical instruments اللي هي الألات الموسيقية بتاخد verb play برضو يبقى رجع تاني مع بعض كل البولي سبورس بتاخد play play basketball volleyball water ball وهكذا handball والجيمز اللي هي زي cards cochena و dominoes و backgammon chess بياخدوا برضو play كمان play بتيجي مع musical instruments مع الألات الموسيقية ولازم تكون الألات الموسيقية مسبوقة be the فأنا بقول play the piano مثلا طيب what about go and do طيب وبالنسبة لgo و do قال لنا في بعض الرياضات which which end in ing الرياضات اللي بتنتهب ing رياضات أو أنشطة بتنتهب ing قال لنا take the verb go بتاخد الverb go فأنا ممكن أقول مثلا go swimming بتنتهب ing go running go driving go sailing وبتيجي مع الأنشطة مثلا ممكن أقول go shopping وهكذا طيب ده بالنسبة لgo وبالنسبة لدو بقى قال لنا do بتيجي مع باقي الرياضات أو بالتحديد بتيجي مع الرياضات الفردية والعنيفة فمتلا ممكن أقول do karate do karate do kung fu وهكذا do aerobics يبقى كل الرياضات الفردية والعنيفة بتاخد do طبعا الجزء ده مهم جدا بيجينا بردو في choose وطبعا الناس متعودة إنها بتستخدم play على طول أول ما بتلاقي أي رياضة play لا لازم نفكر الأول نشوف الرياضة دي ايه bully sport بتاخد play يا ترى هي بتنتهب ING بتاخد go لو هي individual sport رياضة فردية وعنيفة بناخد do تعالوا نشوف كده ال examples اللي معنا بيقولنا play basketball play chess طبعا دي احنا قولنا chess و cards و dominoes و computer games و backgammon اللي هي ايه الطاولة كل ده بياخد play تمام باسكتبول دي رياضة كراوية والباقي كل دول بياخدوا play go بيقولنا go بتيجي مع sports and activities ending in ING المنتهية بING و بيقولنا go swimming يذهب للسباحة go skiing يذهب للتزحلق go shopping يذهب للتسوق go shopping بالمناسبة انا ممكن استخدم كمان مع shopping do يبقى go shopping we do the shopping do the shopping do بتيجي معا do taekwondo do 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 gymnastics do aerobics do kung fu لو لاحظنا ان الرياضات دي رياضات عنيفة بتاخد do سواء taekwondo او judو او kung fu الفرع ما بين invention و discovery و exploration طبعا عندنا invention جاية من الفورب invent يخترع يبا هي بينا من المعنى بتاعها بيقول لنا is the act of creating something that has never been made or used before حاجة يعني الاكت فعل صناعة شيء that has never been made لم يعني يصنع او يستخدم من قبل فمثلا بيقول لي the internet is the most important modern invention هو اهم اختراع عصري تمام ده بالنسبة لي invention طيب هو دلوقتي انا عندي invention و discovery و exploration invention قولنا هي جاية من الفورب invent invent يخترع يعني يعمل شيء من لا شيء يعني انا دلوقتي حبيت مثلا اعمل حاجة جديدة فممكن استخدم البورب invent جمعت مجموعة من المواد و في الاخر طلعت بيه حاجة جديدة خالص فده invent يخترع وطبعا invention اختراع inventor اللي هو النوم person المخترع فمثلا ممكن نقول Bill is the inventor of the telephone Bill is the inventor of the telephone Graham Bill is the inventor هو المخترع of the telephone هو عمل التليفون مش لقاه مثلا ولا حاجة في الشارع ولا في اي حتة هو عمله من لا شيء صنع التليفون اول حد عمل التليفون فده جاي من الفورب invent يخترع inventor مخترع و invention اختراع بيعمل حاجة من لا شيء لكن discover يكتشف discover يكتشف و جاي منها النوم discovery اللي هو اكتشاف discover اللي هو المكتشف طيب فممكن نقول مثلا اني انا مثلا لو في اي شيء موجود في الكون اصلا هو موجود وانا اول واحد حصلت عليه او اول واحد اكتشفته او اول واحد وجدته فانا دلوقتي هكون discover discover فمثلا ممكن اقولكم who discovered gravity مين اكتشف الجاذبية جاذبية موجودة already من ساعة ما ربنا خلق الدنيا كلها ففي عندنا gravity جاذبية فانا لما اسأل مش هقول who invented مين اخترع الجاذبية who discovered the gravity مين اكتشف الجاذبية مين اكتشف الجاذبية مين اول واحد عارف الجاذبية لان هي already موجودة فانستخدم الفورب discover وطبعا النوم person بتاعها discover المستكشف و discovery هو الاستكشف طيب في عندنا بعد كده explore explore طبعا بمعنى يستكشف مكان يعني انا مثله رحت مكان اول مرة اروحه فانا I wanted to discover the place I wanted to discover the place يبقى explore معناه يستكشف مكان explore يستكشف مكان I wanted to explore the place تمام كده فالراجل اللي هو بيروح اماكن جديدة وبيحاول يجمع عنها معلومات وكده and get around ويتجول فيها ده اسمه explorer explorer جاي من الورب explore تعالوا نشوف الاكزامبلز اللي معانا نفهم اكتر بيقول لنا the internet is the most important modern invention هو اهم اختراع عصري ده طبعا invention اختراع اخترع الانترنت ما كانش موجود قبل كده وفي حد ايه اوجده فاخدنا invent اختراع لكن بصبح هذا الشخص aware of واعبي something that they didn't know before هو اصبح واعي بشيء لم يتم معرفته من قبل يعني هو اول واحد يعرفه احنا قلنا باختصار discover يكتشف يعني يعرف حاجة أو يكون اول شخص يعرف هذا الشيء فبيقول لنا the discovery of femtosecond اكتشاف الفمtosecond was a great success طبعا هي الفمtosecond هي اختراعيتش والحاجة هي اكتشفت طبعا and the whale was the discoverer كان ام اكتشفها the discovery of femtosecond was a great success كانت نجاحا عظيما لكن exploration مختلفة بيقول لنا traveling around the place traveling around the place to find out what it is like traveling around the place السفر او التجول في مكان ما to find out ليه معرفة what it is like معرفة هو عامل ازاي او مواصفاته ايه بيقول لنا we devoted several days يعني طبعا هي devoted معناها يكرس يكرس وقته او مجهوده ليه كرسنا يعني مجهودنا في سبع ايام او several days مجموعة من الايام العديد من الايام to the exploration الاستكشاف استكشاف of that terrific island استكشاف تلك الجذيرة الرائعة يبقى terrific بمعنى رائع والصفات تأتي قبل الاسم الموصوف عشان كده قلت terrific island حطت terrific الاول قبل island terrific بمعنى رائع وهي عندنا كلمة several several بمعنى عديد several days بمعنى ايام عديدة ودفوت معناها يكرس تمام يبقى معنا كلمة بمعنى استكشاف مكان في معنى مجموعة من ال collocations وال phrases و prepositions طبعا احنا عارفين ان collocations هي a group of words that usually go together مجموعة من الكلمات that usually go together عادة بتيج مع بعض ده بالنسبة لي collocation يعني مثلا لو قلت دو the washing up فدو بتيج مع washing up فدا collocation تمام make a mistake فدا collocation كلمتين دائما او في الغالب بيكونوا مع بعض فدا بنقول عليه collocation phrases هي عبارة phrases phrases عبارات وطبعا هي جامعة phrase عبارة prepositions وحروف جر اول phrasal verb معنا take off take off take off وعكسها land take off عكسها ايه land طيب طبعا احنا عارفين ان الكلمات احيانا كتير بيبقى ليها ايه معاني مختلفة فعندي take off عالحسب السياق اللي هي جاية فيه فممكن take off clothes يعني يخلع الملابس يعني اقول لكم مثلا I usually take off my clothes as soon as I as soon as I get home ومجرد ان انا get home I take off my clothes to have a shower لكي ياخد شاور يبقى take off يخلع ملابسه وطبعا opposite بتاعها put on يبقى put on يرتدي ملابسه put on و take off يخلع ملابسه لكن لو take off جات مع planes او aeroplanes فده معناه انها تقلع الطائرة يبقى اقول لكم the plane took off at five yesterday اقلعت الساعة الخامسة بالامس the plane took off at five yesterday و took طبعا الماضي من take يبقى took off اقلعت يبقى على حسب السياق بيجي المعنى طبعا احنا عارفين ان كلمة off اللي هي OFF بتدي معنا الانفصال بتدي معنا الانفصال turn off يفس الكهرباء turn off يفس الجهاز وبيسويها switch off ولازم ناخد بالنا من الفرق ما بين take off off اللي هي OFF و of اللي هي OFF ودي تدي معنا الانفصال تعالوا احنا نرجع نشوف examples اكتر بيقول لنا take part in take part in معناها يشارك في take part in ويبيتساوي participating يشارك في يعني اقول لكم مثلا the champion البطل took part in يعني شارك في took part in the Olympics شارك في الأولمبياد participate in بيتساويها ب برضو بيشارك فيه take in بتساوي understand take in understand يفهم take place take place take place بتساوي happen take place بتساوي happen مع الاختلاف البسيط طبعا ما بين take place و happen طبعا احنا عارفين اني take place بتيجي لو انا مرتب لحدث فانا اقول لكم مثلا the conference المؤتمر took place يعني حدث لان فيه طبعا ما فيش مؤتمر هي يحصل فجأة كده يعني ما فيش مؤتمر بيحصل لوحده اكيد في ترتيب فهقول the conference المؤتمر took place يعني حدث اوقع last Thursday الخميس الماضي يبقى took place الماضي من take place لكن عندنا كلمة happen happen معناها يحدث بس يحدث بدون ترتيب يحدث مصادة فتم بدون ترتيب او تخطيب فأقول لكم مثلا the accident الحادثة happened yesterday وقعت بالامس the accident الحادثة happened yesterday يبقى الحادثة وقعت بالامس هينفع اقول took place take place take place بتيجي مع الاحداث المخطط لها او مرتب لها the olympics الأولمبياد هنقول take place take place ولا هنقول happens take place هنقول takes place لان اكيد ان الاولمبياد ما بتحصلش كده بتحصل بتخطيط وترتيب فهنقول take place take place تيجي مع الحاجات المخطط او الاحداث المخطط لها في معنى كمان break a record break a record طبعا break يكسر او يحطم record بمعنى يسجل او سجل او بتيجي في الرياضات بمعنى رقم قياسي break a record بمعنى يحطم الرقم القياسي break a record اه وطبعا ناخد بالنا ان في حاجة اسمها hold the record يعني يحمل اللقب او يحمل الرقم القياسي وهو ما يكون مثلا حد مثلا اقطع مسافة 100 متر مثلا في عشر ثواني مثلا فده ومفيش حد بعد منه قدر يعني يقطع المسافة دي في وقت اقل فهنقول اني مثلا هذا الشخص this champion هذا الباطل could مصطفى مثلا could استطاع انه هو hold the record for ten years استطاع انه هو يحمل اللقب او رقم القياسي لمدة عشر سنوات مش حد يجيه قدر يحطم هذا الرقم القياسي لكن لو جيه مثلا احمد بعد منه مثلا بعشر سنين وقدر يقطع نفس المسافة في وقت اقل فهنقول ان احمد could استطاع انه هو break the record استطاع انه هو يحطم الرقم القياسي ده الفرق ما بين break وhold the record يعني يحافظ على الرقم القياسي في عندنا بعد كده reason for reason for وناخد بالنا انه في فرق ما بين reason for cause of reason for معناها المبرر لي reason for المبرر لي فانا مثلا لما اقول لكم انه he he مثلا insulted his brother هو وبخ مثلا his brother اخوه فبنسأله نقول له what is the reason for that what is the reason reason معناها ايه what is the reason for that معناها ما هو المبرر لذلك what is the reason for that المبرر يعني يعني انا بسألك عن ايه الحاجة اللي ممكن تخلينا يعني نقبل اللي انت عملت ده ايه هو المبرر طيب او التفسير يعني المبرر او التفسير لهذا الفعل طيب لكن cause of cause بيجي معها of بمعنى مسبب لي فانا بسأل بقول there was an accident yesterday there was a fire yesterday كان في حريق in the bank yesterday بالامس فانا بسأل او بيسأل ضابط الشرطة بيقول what's the cause of the fire ايه هو مسبب الحريق the cause of the fire يبقى cause of لكن reason for طب نكتب كمان cause كده مع بعض cause of cause of cause of تمام cause of the fire اللي هو المسبب للحريق لكن reason for المبرر لي او التفسير لي تمام وناخد بلنا كمان ان reason لها معاني تانية reason بمعنى العقل reason بمعنى العقل وطبعا لو حطنا لها A B L E بشكل ده reasonable معقول reasonable يعني معقول فانا ممكن اقول لكم reasonable price يعني سعر معقول reasonable price اوكي ده الفرق ما بين الاثنين في عندنا prepare for prepare for معناها يعد lead prepare for في عندنا مجموعة من exercises بيقول لنا the Olympic Games العلعاب الاولمبية take or happen oleh take place every 4 years the Olympic Games اكيد ااااااااا تحدث بس تحدث بايه؟ بتخطيط اكيد مش happen يعني ticker معناها يهتمي من happen معناها يحدث مصادفة تيك بلايس معناها يحدث بتخطيط أو بترتيب هناخد تيك بلايس ودي الإجابة الصحيح بعدين بيقول لنا it's not fur ولا fur ولا far ولا fear to pay the workers only the sum of money it's not fair fair دي طبعا اللي هي أجرة المواصلات بنقول عليها fur يا ترى هنقول دي مش أجرة المواصلات اللي ندفعها مش نفعها يا ترى ممكن نقول it's not fur اللي هي عادل it's not fur ليس عادلا لو ليس من العادل لأن انت to pay the workers تدفع ليه ال workers العمال only فقط this sum of money هذا المبلغ البسيط من المال ولا far بعيد ولا fear اللي هو خوف طبعا هناخد نمبر 2 اللي هي fur it's not fur ليس من العادل أن انت تدفع هذا المبلغ في نمبر 3 بيقول لنا the champion البطل و champion مختلف عن hero champion بطل رياضي تمام لكن hero هي بطل قصة أو بطل رواية بطل في مسلسل أو فيلم أو بطل في الواقع فانا ممكن اقول he could استطاع انه هو beat the enemy soldiers استطاع انه هو يهزم جنود العدو فاناقول he is a great hero هو بطل عظيم the champion could smash ولا break ولا broke ولا smash the world record ها البطل قدر انه هو يسماش احنا بنقول smash the world record smash معناها ايه؟ معناها يحطم تمام؟ او يفتت القطعة صغيرة smash glass the glass يعني يحطم الزجاج مثلا break معناها يكسر we broke الماضي منها وفي عندنا mash معناها يهرس فانا ممكن اقول mashed potatoes اجيب الصفة mashed potatoes اللي هي البطاطس المهروسة mashed لو انا حطت لها ed حطت ed لكلمة mash هتبقى mashed mashed potatoes طيب يا طرع احنا بنستخدم ايه مع the world record؟ بنستخدم smash ولا break؟ نستخدم break break the world record يحطم الرقم القياسي طيب ينفع استخدم broke؟ قال لنا لا لان في عندنا could ودي من model verbs الافعال الناقصة واحنا عارفين ان model verbs الافعال الناقصة are usually followed by infinitive عادة بتتبع ب infinitive فعلا في المصدر فانا اقول the champion البطل could break the world record طيب حلو جدا فانا ااخد break يبقى لازم وانا بحل لازم اجرب كل اللي choice is اللي معايا واقول ده ينفع ليه وده ما ينفعش ليه في نمبر فور بيقول لي I couldn't stop لم أستطع أن أمنع نفسي تمام؟ I couldn't stop crying ولا crying ولا cried ولا cries عندما رأيت الحادثة I couldn't stop crying لا بعد stop بيجي I couldn't stop crying لم أستطع أن أمنع نفسي من البكاء عندما شاهدت الحادثة يبقى crying اللي هو البكاء و stop من الأفعال اللي بيجي بعدها verb ing خد بالنا أفكرك بالأفعال اللي بيجي بعدها verb ing هي طبعا أفعال دي من معناها هنعرف إنه لازم أستخدم verb ing هو إيه الverb ing أصلا في الإنجليش؟ الverb ing هو فعل اللي متضاف له ing بيدي معنى الاسم بيدي معنى الاسم بيدي معنى الاسم اللي بيدي معنى الاسم بيجي أحيانا بعد بعض التعبيرات اللي هنقولها دلوقتي طيب أنا لو قلت لكم مثلا I like I like play أو playing chess أنا أحب يلعب الشاترانج أو اللعب الشاترانج أنا أحب اللعب الشاترانج فاللعب دي اللي هو الاسم ده يجي إزاي؟ قال لنا في الإنجليش هنضيف للفعل ing يبقى أقول playing ing لكن ما ينفعش أقول I like play أحب يلعب إزاي فعلين؟ ما ينفعش فهجيب إيه بعد play هجيب بعد like I like playing ing طيب إحنا عرفنا لما أضيف للفعل ing كده أنا حولت الجيرند كده إداني معنى الاسم فهنا لما أقول I like playing أحب اللعب ده بالنسبة like في عندنا كمان أفعال أخرى زي love نكتبهم مع بعض like love hate dislike like love hate dislike اللي هي أفعال الحب والإيه والكره أفعال العاطفة يحب ويكره في عندنا كمان go طبعا go swimming وهكذا go shopping we go sailing في عندنا suggest يقترح وفي عندنا mind يمانع طب تعال نكتبه مع بعض وفي عندنا كمان like we love we hate we dislike we go and mind and mind enjoy okay we can't stand نفضل نعم نحن ، نائما نعم ، نأ Ring نعم ، نعم ، نعم ،Redespere stop و keep. في معنى prefer كمان. prefer. طبعا prefer لها ممكن تيجي بعدها يعني ممكن ممكن انجي تو و infinitive. في عندنا كمان كتبناها وفي عندنا look forward to. في عندنا كمان be interested in. في عندنا be accustomed to. في عندنا كمان. in addition to. كل الفعال دي والتعبيرات دي بيجي بعدها. في رب اي انجيب. I prefer. look forward to. يتطلع الى. look forward to. يتطلع الى. be interested in. be interested in. يعني مهتم بي. be accustomed to. معتاد على. be accustomed to. be in addition to. بالاضافة الى. in addition to. in addition to. بالاضافة الى. وكنا اخذنا كمان suggest. يقترح. وgo. suggest. وgo. suggest طبعا معنا يقترح. we like. يحب. في عندنا love. يعشق. hate. dislike. hate يكره. dislike يكره. go. يذهب. go طبعا. لو جي بعدها نشاط. مش go to. go swimming. وgo cycling. وكذا. mind. يمانا. enjoy. يستمتع بي. constant. لا يطيق. stop. يمنع. تمام. فيه stop to. stop to. يعني I stopped to. مثلا. to smoke a cigarette. يعني انا مثلا. I was driving my car. كنت سيئل العربية بتاعتي. فI stopped. توقف to smoke a cigarette. لكي ادخن تجارة. فهنا هنا يتوقف لكي يفعل شيء. لكن فيه stop يتوقف عن فعل شيء. stop مثلا. smoking يتوقف عن التدخين. لكن ناخد بالنا من الفرق ما بين stop verb ing وstop to infinitive. stop verb ing يعني يتوقف عن فعل شيء. stop verb ing. توقف عن فعل شيء. I stopped smoking. لكن stop to smoke يتوقف لكي يدخن سيجار. وطبعا كيب يعني واصل. كيب يجي بعدها برضو verb ing. كمان اخدنا prefer will look forward to. بقى الافعال التانية. فيه طبعا انا مش بالضرورة ان انا احفظ مجموعة من الافعال. وممكن مسلا ما يجيش في دماغها بقى حافزهم. لا هو ممكن يجي لي فعل تاني خالص. بيديني المعنى ده. فاخد بالي ان الافعال مش لازم احفظ كل حاجة. اخد بالي ان الفعل اللي هو ممكن يجي بعد منه now. فاوتوماتيكا اللي ممكن احط بعد منه verb ing. فمثلا ممكن اقول I love pizza. انا بعشة او بحب البيتزا جدا. I love pizza. I like pizza. فجي بعد like verbi noun. جي بعد like اسم. فهل ممكن استبدل الاسم ده بحاجة؟ ساعتها ممكن استبدله ببيتزا. فانا ممكن اقول I like eating pizza. I like eating pizza. طبعا في عندنا بعض الافعال زي prefer وزي كمان like شوية بيبقى ليهم قاعدة مختلفة شوية. علنا like لو انت بتعبر عن شعور عام. like و love و prefer. لو انت بتعبر عن شعور عام فانت بحط verb ing. I like pizza. I love pizza. I prefer pizza. I like eating pizza. I love eating pizza. I prefer eating pizza. يبقى بعدهم اسم او verbi ng. لكن لو انت بتعبر عن شعورك في موقف معين فانت ساعتها بحط تو infinite. فانا ممكن اقول لكم مثلا I like to eat. I like to drink مثلا كوفي. I like to drink. فانا بكلم عن شعوري دلوقتي مش شعوري العام. تمام؟ زيها love وزيها would او زيها prefer. قال لنا انا في الحالة دي ممكن استخدم mood و رايح نفسي خالص. I would like to infinitive. I would love to infinitive. I would prefer to infinitive. يعني ممكن احط لو حطيت would prefer يبقى خلاص الوضع واضح جدا ان انا بعبر عن شعوري دلوقتي. I would like. I would love. I would prefer. وبيجي بعدهم to will muster. to will muster. would like, would love, would prefer to will muster. ولو انا ما استخدمتش would وحبيت عبر بالافعال اللي هي like, love, would prefer بدون would برضا هحط to will muster لو انت بتعبر عن شعور في موقف معين. لكن شعور عام بيجي فعل ing. طيب ده بالنسبة لي الحاجات اللي معانا خاصة بالvocabulary. now dear friends we're gonna shift it to. هننتقل لحاجه تانية مختلفة وهي ايه وهي the grammar. grammar اللي معانا النهاردة is about the present perfect simple and the present perfect progressive. مضارع التام البسيط. مضارع التام المستمر. طب احنا عرفنا ان في مضارع. طب ايه عنواع المضارع اللي اكتر من نوع في عندنا present perfect simple. طيب ايه present perfect simple له. قالنا هو زمن قبل ما نكتب حاجة هو زمن بيتعامل بربط لنا ال past مع present الماضي مع الحاضر بيربط الماضي مع الحاضر فأنا ممكن إزاي بربط الماضي مع الحاضر فانا لو أنا بكلم عن action بدأ في الماضي واستمر الغاية دلوقتي فأنا ممكن أستخدم إيه ممكن أستخدم present perfect اللي هو المضارع التام يبقى present perfect ده the present perfect simple مضارع التام البسيط بيستخدم لربط أحداث بدأت في الماضي واستمرت حتى الآن يديني مثال أنا مثلا عايش في القاهرة منذ سنة 2005 مثلا وما زلت عايش في القاهرة فهقول I have lived in care واستخدمت مضارع تاني فتعالوا إحنا نكتب كده الفورم بتاعة present perfect simple وشكله يعني ونكتب الاستخدامات بتاعته دي examples the present the present perfect the present perfect simple اللي هو زمن المضارع التام البسيط بيكون من إيه هذا الزمن قالنا بيكون من have or has have or has plus زائد the past possible اللي هو التصريف الثالث للفعل يبقى زمن المضارع التام البسيط بيكون من have أو has والمضارع التصريف الثالث للفعل الموجود معنا وإحنا عارفين إن في أفعال عادية بنضف لها إي دي أو إي دي أو آي إي دي في ال past possible زي هزي ال past simple بالزبط ماضي البسيط بالزبط تصريف الثالث زي وزي الماضي البسيط بالزبط في الأفعال العادية مع الأفعال العادية لكن الأفعال هي irregular الأفعال هي غير منتظمة بناخد طبعا التصريف رقم ثلاثة زي مثلا write wrote written فبناخد written زي مثلا go went gone فبناخد gone وهكذا فhave أو has ومعهم التصريف رقم ثلاثة نعرفين إن have بتيجي مع مين مع I وthey وwe وyou والبلورل بتيجي مع I وthey وwe وyou والجام ده مين ده هاذ هاذ بتيجي مع he وshe وit والمفرد اوكي يبقى هاذ بتيجي مع مين he وshe وit والمفرد طيب حلو قوي تعالوا احنا نشوف ناخد example كده يقول لنا I have I have lived in Cairo I have lived in Cairo since 2005 مثلا من ساعة 2005 لو ركزنا في الجملة دي هنلاقي الآتي أولا الفعل بتاعنا في present perfect في المدارقة التام present perfect simple بيعبر عن اللينا بيعبر عن action بدأ في الوقت ده اللي هو 2005 واستمر حتى A حتى present حتى المدارقة تمام يبقى بدأ في الماضي بدايته كانت الفين معه معنى أن يقول لي sense يعني دي البداية منذ هذا الوقت حتى الآن يبقى هو ربط لل present مع past فده اسمه present perfect مدارعة تام ربط الحاضر مع الماضي الحدث بدأ في الماضي وستخدمنا الآن فاستخدمنا مدارعة تام present perfect simple حلو جدا طيب هل هذا هو الاستخدام الوحيد لل present perfect simple قال لنا لا ممكن نستخدمه كمان for actions الأحداث started in the past and finished حد يقول لي طيب started in the past and finished يبقى كده present perfect بقى كده past simple ماضي بسيط إزاي با present perfect قلوا استنى احنا ما كاملناش لسه the action started in the past and finished وانتهى في الماضي ولكن it has an effect in the present ولكن له تأثير في ال present فممكن أقول لكم he has made an accident وعمل حدثة الحدثة حصلت وانتهت في الماضي ولكن تأثير الحدثة ماذا المثال موجود عليه لسه بيعاني مثلا he has made an accident طيب ده بالنسبة لي الاستخدام التاني ممكن نستخدمه لحاجة تانية كمان اللي لا نستخدمه to talk about an action which started a few which finished a few minutes ago a short time ago حدث انتهى منذ فترة قصيرة هقول تاني we use the present perfect simple منستخدم الماضي التاني البسيط للتعبير عن حدث منتهى منذ فترة قصيرة فأنا ممكن أقول لكم أنا لسه أواصل حالا فأقول لكم I have just arrived لسه أواصل حالا I have just arrived نكتب الجملة I have just arrived I have just arrived لو لاحظنا لو بسينا هاللاحظ اني معانا الزمن بتاعنا هو present perfect مضارعتان present perfect simple have وتصريف تالت وحطنا just في النص just d بتعبر عن الحدث حصل توا just معاناها توا أو حالا تمام فالحدث لسه حصل حالا فاستخدمت just ما بين have أو has والتصريف التالت ده اسمه ايه؟ present perfect simple مضارعتان بسيط بعبر عن الحدث حصل للتو كي؟ تمام جدا بس بس present perfect simple لما جاء عبر عن our experience الخبرة بتاعتنا فأنا ممكن أقول لكم I have worked تزالويا اشتغلت كمحامي for five years لمدة خمس سنوات الحدث هنا أو الفعل هنا بيعبر عن experience خبرة طيب ده بالنسبة ل present perfect simple مضارعة تام البسيط بان فيه ازاي مضارعة تام البسيط بوضع not بعد have أو has يعني have تبقى haven't وهاز تبقى hasn't ولو حبيت أعمل سؤال بقدم have أو has على السبجكت على الفعل فأقولك have you studied today have you studied have you finished your work تمام يبقى باستخدم المضارعة التام أو لما باقي عمل سؤال في المضارعة التام بابتدي به have أو has في عندنا مجموعة من time references بنستخدمها في المضارعة التام زي ايه بقى زي خدنا من شوية just في بقى already we yet since before نتعالو احنا ناخد since before الأول الفرق ما بين since we for فرق ما بين since و for since معناها منذ و for معناها لمدد since بيجي بعدها ايه تاريخ او بداية حدث for بيجي بعدها مدة محددة فانا ممكن اقول لكم since منذ two thousand and ten منذ سنة الفين و عشرة ده بداية الحدث لكن for for هيجي بعدها مدة محددة فانا اقول مثلا for مثلا nine years مدة تسعة سنوات يبقى دي مدة اوكي ممكن اقول لكم since كانت بداية الحدث yesterday since yesterday لكن لما جاستخدم for هقول for ايه لمدة ايه a day مثلا او one day لو لتلكم مثلا since last week last week منذ الاسبوع الماضي فانا ممكن اقول for a week مدة اسبوع بالمناسبة ممكن اقول كمان for the last week for the last week for the last week يبقى for ممكن تيجي بالشكل ده في عندنا طبعا just قلناها زيها بالزبط في نفس الاستخدام already وكمان never والتلاتة دول بيجو ما بين have او has والتصريف التالت بيجو ما بين have او has والباس باتسفل التصريف رقم ثلاتة انا ممكن اقول لكم i have just arrived للصاصل حالا دي معنى هات تول او حالا اقول لكم she has already cooked هي بالفعل طبخت she has already cooked طبخت بالفعل اقول لكم مثلا i have never eaten pizza i have never eaten eaten pizza في عندنا كمان yet yet بتيجي في نهاية السؤال بتيجي في نهاية السؤال وبتيجي كمان yet في نهاية الجملة النغative في نهاية الجملة المنفية فانا ممكن اقول لكم مثلا have you have you finished yet have you finished ده سؤال have you finished yet ويت بتيجي في نهاية الجملة المنفية فاقول لكم i haven't i haven't finished yet يبقى جملة منفية استخدمت في اخرها yet سؤال استخدمت في اخره yet ever بتيجي في السؤال أولكم have you ever دي اخر حاجة معنا have you ever هل سابق على اطلاق انت عملت كذا have you ever مثلا played chess have you ever studied مثلا french وهاكذا now dear friends now dear friends to the end of our episode for today wishing you good luck and bye bye